السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف 11 العلمي والتكنولوجي في درس جديد من دروس الرياضيات الوحدة الأولى، الدرس الرابع، رمز المجموع والمتسلسلات، الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو التعرف على رمز المجموع إيجاد مجموع متتالية باستخدام رمز المجموع التمهيد تم تصميم مسرح عدد مقاعد الصف الأول فيه A1 ثم يزداد كل صف بعد ذلك مقعدين ليصبح عدد مقاعد الصف الثاني أكثر من الصف الأول بمقدار 2 إذن A2 equal A1 plus 2 وبنفس الطريقة ستجد أن عدد المقاعد في الصف الثالث يزداد عن الصف السابق بمقدار 2 إذن A3 equal A2 plus 2 وهكذا لجميع الصفوف لتشكل عدد المقاعد في صفوف المسرح متتالية يرمز لها بالرمز AN ولكن ما علاقة المتتالية بدل سينا اليوم رمز المجموع والمتسلسلات للإجابة على هذا السؤال دعونا نعرف رمز المجموع إذا كان عدد الصفوف في المسرح هو إن؟ هل بإمكانك معرفة عدد المقاعد الكلي في المسرح؟ أحسنت لتجد عدد المقاعد في المسرح سيكون عليك جمع عدد المقاعد في كل صف من صفوف المسرح من الصف الأول A1 وحتى الصف الأخير AN أي أن عدد المقاعد الكلي سيكون مجموع حدود متتالية A1 plus A2 plus A3 حتى AN ويعبر عن مجموع حدود متتالية AN برمز المجموع وتقرأ سيجما ويتكون رمز المجموع من أربع مكونات أولها الرمز سيجما ثم صيغة الحد العام أو رمز المتتالية AK المراد إيجاد مجموعها من K equal 1 حيث K هو متغير الجمع إلى K equal N والذي يمثل عدد حدود المتتالية المراد إيجاد مجموعها إذن سنرمز لمجموع حدود المتتالية AN بمجموع AK من K equal 1 إلى N الآن عزيز الطالب هل بإمكانك تعريف رمز المجموع؟ يرمز لمجموع حدود المتتالية AN بالرمز الآتي ويقرأ كما يلي مجموع الحدود AK من K equal 1 إلى K equal N حيث K هو متغير الجمع المثال الأول الصفحة الحادية والثلاثون من الكتاب المدرسي أوجد قيمة كل مما يلي A مجموع 2I minus 6 من I equal 1 وحتى 4 B مجموع 2K square plus 1 من K equal 3 وحتى 6 C مجموع K time 3 power K من K equal 1 وحتى 4 لنبدأ بحل الفرع A ما هو المطلوب؟ أحسنتم المطلوب مجموع الحدود من I equal 1 وحتى 4 كيف سنجمع هذه الحدود؟ يجب بالبداية أن نجد أحسنتم أن نجد قيمتها من خلال التعويض في صيغة لحد العام هذا ماذا سنفعل أولا؟ أولا سنجد الحد الأول الذي رتبته هو 1 سنجد A1 بتعويض 1 في القاعدة 2 time 1 minus 6 A1 equal minus 4 ماذا عرفنا I؟ أحسنتم متغير الجمع إذن الآن ماذا سنجد؟ A2 بتعويض 2 في القاعدة 2 time 2 minus 6 A2 equal minus 2 والآن ماذا سنجد؟ أحسنتم A3 A3 equal 2 time 3 minus 6 A3 equal 0 والآن A4 أحسنتم A4 equal 2 time 4 minus 6 A4 equal 2 هل سنجد الحد الخامس؟ لا لأن هذا المجموع ينتهي عند الحد الرابع فسنجد هذه الأربع حدود فقط الآن مجموع 2 I minus 6 من I equal 1 وحتى 4 هو حاصل الجمع هذه الحدود جميعها minus 4 plus minus 2 plus 0 plus 2 إذن مجموع 2 I minus 6 من I equal 1 وحتى 4 هو minus 4 الفرع B ماذا سنجد؟ أحسنتم مجموع الحدود من K equal 3 وحتى 6 أين سنعوض؟ ممتاز في صيغة الحد العام 2 K square plus 1 ما هو أول حد سنجده؟ أحسنتم متغير الجمع بدأ من 3 إذن أول حد سنجده A3 بتعويض 3 في القاعدة 2 time 3 square plus 1 إذن A3 equal 19 ماذا بعد 3؟ أحسنتم A4 A4 equal 2 time 4 square plus 1 A4 equal 33 من سيجد الحد التالي؟ أحسنتم A5 equal 2 5 square plus 1 A5 equal 51 والآن ماذا سنجد؟ أحسنتم A6 الحد الأخير A6 equal 2 6 square plus 1 A6 equal 73 لإيجاد المجموع ماذا سنفعل؟ أحسنتم جمع هذه الحدود جميعا 19 plus 33 plus 51 plus 73 equal 176 إذن مجموع 2 k square plus 1 من k equal 3 وحتى 6 equal 176 من يجرب الآن إيجاد مجموع الفرع C؟ أحسنتم سنقوم بإيجاد الحدود من 1 ل 4 بالتعويض في k time 3 power k ما هو أول حد سنجده؟ A1 أحسنتم A1 equal 1 time 3 power 1 A1 equal 3 الآن أي حد سنجد؟ ممتاز A2 A2 equal 2 time 3 power 2 equal 18 والآن الحد أحسنتم الحد الثالث A3 A3 equal 3 time 3 power 3 equal 81 وأخيرا سنجد A4 أحسنتم A4 equal 4 time 3 power 4 equal 324 226 حاول أن تحل التمرين الأول الصفحة الثالثة والأربعون من الكتاب المدرسي أوجد قيمة المجموع أوجد قيمة المجموع مجموع 3k minus 1 من k equal 1 حتى 6 عزيزي الطالب عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك هيا بنا نتحقق سويا من الحل ما هو المطلوب؟ أحسنتم مجموع الحدود ل3k minus 1 من k equal 1 إلى 6 ماذا نحتاج؟ أحسنتم نحتاج إيجاد الحدود من A1 إلى A6 بالتعويض في صيغة لحد العام 3k minus 1 سنجد جميع الحدود أولا سنجد A1 equal 3 time 1 minus 1 إذن A1 equal 2 الآن نجد أحسنتم A2 A2 equal 3 times 2 minus 1 A2 equal 5 سنجد الآن الحد الثالث A3 equal 3 times 3 minus 1 A3 equal 8 A4 equal 3 times 4 minus 1 A4 equal 11 A5 equal 3 times 5 minus 1 A5 equal 14 A6 equal 3 times 6 minus 1 A6 equal 17 أوجدنا الحدود حتى A6 لأنه متغير الجمع ينتهي عنده 6 مجموع 3k minus 1 من k equal 1 إلى 6 equal 2 2 plus 5 plus 8 plus 11 plus 14 plus 17 equal 57 إذن مجموع 3k minus 1 من k equal 1 إلى 6 equal 57 حاول أن تحل التمرين السابع الصفحة الثالثة والأربعون من الكتاب المدرسي أوجد قيمة المجموع مجموع 2k minus 6 6 over k من k من k equal 4 إلى 6 عزيزي الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك لنتحقق سويا من صحة الحل المطلوب هو مجموع 2k minus 6 over k من k equal 4 حتى k equal 6 الآن ما هو الحد الأول الذي سنجده؟ أحسنتم الحد الرابع بطعويض 4 مكان كل k الحد الرابع هو 2 times 4 minus 6 over 4 الآن ماذا سنجد؟ أحسنتم الحد الخامس بتعويض 5 2 times 5 minus 6 over 5 وأخيرا أحسنتم الحد السادس وهو الحد الأخير بتعويض 6 نجد 2 times 6 minus 6 over 6 مجموع 2k minus 6 over k من k equal 4 إلى 6 6 equal half plus 4 over 5 plus 1 إذن المجموع الجزئي 2k minus 6 over k من k equal 4 إلى 6 equal 23 over 10 إلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله شكرا 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 شكرا